النجم عاد الإمام راح سهاج واللي بيطلق عليها معقل الإرهاب في مصر وفتح صدره وفتح قلبه أنا رحت أسيوت في الأول أسيوت أسيوت ورحت كان برضه استفزيني حكاية الناس اللي ضربوهم وقتلوهم عشان ما مسلوش يعني إزاي؟ ما خفتش؟ إزاي يعني نعم ما خفتش؟ يعني صراحة يعني حولك والله ما خفت مش فاهم ليه ما خفتش يعني أنا أصبح يعني لو أترك ما خفتش قوي حب أكذاب إنها برضه في جوايا برضه الحتة الإنسانية برضه ممكن أي حد يعني أروح يعني ساعات أبقى أنا مثلا أنا وولادي ركب عربيتي ممكن جدا لأي حد يروح جاي ضرب أحد من ولادي أو ضربني أو يعني زي عملوا في نجيب محفوظ هذا العظيم الحائز على نوبل واحد ما احترامي للمهن واحد بتاع سمك ما احترامي يعني المهن كلها راح جاي ضربه بالغزة والخنجر في رقابته يعني الأعمار بيد الليل يعني هل تتخيالي ده؟ فربنا هو الحافظ يعني بيقرأ سيناريو على النجم والفنان القدير عاد الإيمان انت إيه لي في ودنك ده في حاجة في إيه دي؟ لا ده يعني يعني ده مش جراحة ولا حاجة لا 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 قالوا لي أنهو عامل زي أضيب القطر تبتكر يا أستاذ عيدل؟ أضيب القطر؟ أضيب القطر أه لا أعرف أن أنا مش هخلص النهارة لأودلك حلقة صنافة ناظر ولا عشان الحلقة كتير لازم تشاهل ولا ده لأ علاقة بالله لا والدتي عايشين في دولة خالجية وهي قالت إن أنا لي أخوات كتيرة ماتوا فقالوا بس بقى إحنا نخروم لها كل ودنها تعيش قالوا يعني أنت عامللك الحاجات دي منه أنت صغيرة آه تخيل بنت في عذاب شديد جدا بنت بهدلة آخر بهدلة بنت بتبهدلة بهدلة يعني لما بيقرأ سيناريو على النجم والفنان القدير عاد الإمام يطرى القصص اللي لازم تكون موجودة في هذا السيناريو عشان يختار بيها ويوفق عليه إيه هي الأسس دي؟ اللي هو الأسس اللي بيحبها جمهور أنا وانا بقرأ سيناريو بيجيلي الأول مرة بقرأ وأنا أكني قاعد في الصالة بتفرج عليه لو عجبني وجالي ودخل الموت بتاعي والخط بتاعي والفكري لو عجبتي به هامر هل ده نفس الإسلوب اللي اتبعته من بداية ظهورك في عالم الفن؟ ولا اختلفت من مرحلة المرحلة؟ لا مسألة بتختلف فيه أنا أنا زمان أول ما بتديت ما كانش عنده القدرة أنا أنا أفقد أن أنا أفرد رأي أو بعض الأراء أنا ساعات كنت بيلاقي مثل إنجلي سنوريهات وانسة بعمل أدوار صغيرة بحاس فيها بأخطاء حتى لو قلتها ما كنوش بيدوا رأي اهتمام لما بقيت بطل وأصبح الفيلم بيتباع باسمي فبتدوا يحترموا رغباتي بتدوا يحترموا أرائي فبتديت أفرد رأيي يعني أنا لما جات الحكاية الإرهاب دي مثلا ده بعدين قلت عايز أعمل حاجة عايز أعمل حاجة عمد رأيت رايح أسود بالفرقة بتاعتي بس عايز أترجم ده إلى فن فجبت الأستاذ الحقيقة لنير راملي قال أنا عندي موضوع عادنا نشتعل فيه احترم أرائي واحترم رغباتي وبتدينا نشتعل حاجة تمدي كتير بقى ترجمة نانسي قنقر